موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام في أولى محطات حلقة اليوم ومع المسرح وتحديدا مسرح الطفل يعد مهرجان الإمارات لمسرح الطفل إحدى أهم التظاهرات المسرحية في دولة الإمارات فالاهتمام بمسرح الطفل ينبع من الرؤية الاستراتيجية السامية لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة الله يحفظه ويرعاه لدور المسرح وأهميته حيث يشهد مسرح قصر الثقافة بالشارقة يوم غد وتحت رعاية كريمة مصاحب السمو حاكم الشارقة انطلاق فعاليات الدورة الثانية عشر من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل والذي تنظمه جمعية المسرحيين في الدولة بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ودائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة وذلك خلال الفترة التي يستمر بها حتى الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري على مسرح قصر الثقافة بالشارقة تفاصيل أكثر عن المهرجان والعروض الفنية المشاركة فيه معنا اليوم الدكتور حبيب غلوم مدير مهرجان الإمارات لمسرح الطفل دكتور مساك الله بالخير يا مرحبا هياك الله معانا الله يسلمك يا رب يعني دكتور دائما تسارعون الخطأ لهذا المهرجان ويدوب تخلصون مهرجان وتبتدون في مهرجان ثاني إذن الحراك الثقافي هذا اللي تنعم بدولة الإمارات العربية المتحدة والله الحمد والفضل والمنى ويمكن عاصمة الثقافة هي بؤرة هذا الحراك يعني حدثنا أول شيء عن استعداداتكم لهذا المهرجان مهرجان إمارات لمسرح الطفل نحن إن شاء الله دوم مستعدين الحمد لله طالما مثل ما تفضلت جدامنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الله يحفظه فنحن ما رح نقصر هو النبراس هو جدامنا ونحن في الخلف سارين على نفس الخطأ هو الخطأ صحيح يعني قبل كم يوم كنا في مهرجان الصحراوي أكيد وش كثر كنا سعيدين بوجوده بيننا ونهي لسوية الممثلين على الرملة ويتكلم عن هذا المسرح لأننا نعشق هذا المسرح صحيح وهذا العشق قاد إياي أيضا من خلال دعم واهتمام صاحب السمو الله حفظه بالمسرح ونحن اليوم نتكلم أن باتشر عندنا مهرجان مهرجان مسرح الإمارات نعم لمسرح الطفل صحيح وورا باتشر في أيضا يعني مال الناشئة أيضا عندهم مهرجان لظاهر المراكز مراكز الناشئة نعم صحيح وهذا بيكون تقريبا في الذهد وأيضا نحن معزوكين يعني مثل ما قلت عاصمة الثقافة العربية كلها صحيح هي الشارقة صحيح بلا منازع والإسلامية كذلك الحمد لله فنحن يعني نحاول قدر مستطاع مثل ما قلت لك نكون مستعدين دائما وأبدا على الأقل نقدم شيء للمسرح ولصاحب السمو الله حفظه اللي هو يعني يدعم هذا المسرح بإذن الله إن شاء الله طيب يعني في هذه الدورة كم بلغ عدد العروض المشاركة في الدورة الثانية عشر شوف لأننا نحن في الشارجة فأهم لجنة نحن عندنا لجنة الاختيار لأننا نبغي لينحط أمام الطفل أو أبلاءنا خاصة أننا نتكلم اليوم في إجازتهم فهم فاضين ما عندهم شيء نحاول نحن نستثمر وقت الفراغ عندهم لما يعود عليهم بالنفع النفع أنه أنت تقدم لهم جرعة طيبة يعني نافعة وبالتالي لجنة الاختيار مهمة بالنسبة لنا من ثم نعروض احنا خترنا ست عروض لتكون في هذا المهرجان والحمد لله العروض كلها في أيضا تسابق مع الزمن أن كل الفرقة تحاول تقدم الأفضل الحمد لله فست عروض أفضل من عشرين عرض فيهم كثير من يعني الاستسهال في تقديم عمل خاصة للطفل صح طيب ما الذي يميز هذه الدورة الدورة الثانية عشان يميز أن نحن محمد يعني نستفيد من كل الدورة فنستفيد من الإيجابيات نحاول ننضيف عليها والسلبيات نحاول نتفادئها صحيح فأطرع عشر سنة نحن في هذا المهرجان أنا عن نفسي يعني صال لعشر سنين مدير لهذا المهرجان ويعني وجود أيضا الاستاذ اسماعيل عبد الله أكيد مؤثر بشكل كبير لاستمرارية هذا المهرجان وأنه يظهر كل سنة بإشراقة جديدة لأننا نحن في عاصمة يعني مشرقة فنحاول قد المستطاع أن نحن أيضا يعني نتواصل مع هذه الإشراقة المهرجان مثل ما قلت لك دائما وأبدا نحاول نحفز الفرق المسرحية أنه يقدمون الأفضل يعني أنت تدري أحيانا يصير فيه تكاسل من بعض الفرق المسرحية لكن نحن الناس يتيع على المهرجان تشوفنا نحن موجودين في المهرجان كرئيس ومدير وأعضاء لجنة يعني لجنة العليا لكن نحن الله يشهد نحن كثيرا نتواصل مع الفرق المسرحية أنه لا تستسلون بالذات عدم الاستسال بالذات في بسرحة صحيح فلذلك السنة أنا أقول لك كمدير المهرجان بتكون أفضل سنة لأنه استفد من 11 سنة اللي راحت وأيضا لأن اليوم يعني فيه يعني حس التلافسية هذه موجود بشكل أكبر اليوم في الفرق المسرحة صحيح دكتور ذكرت بأن ثمانية أعمال تقدمت للمشاركة تم اختيار ستة منها بنتعرف أكيد على يعني الأسس اللي من خلالها تم اختيار هذه الستة أعمال للمشاركة في المهرجان وفي نفس الوقت طبيعة الأعمال المشاركة يعني اليوم هل تم مراعاة مثلا اهتمامات الطفل سواء في مجال التقنية أو المعلومات أو حتى ربما يعني بعض الأمور أو القضايا المحلية اللي تتناسب مع الفئة السنية لهؤلاء الأطفال اللي تابعون مثل هذه المسرحيات بنسمع منك الإجابة لك نسأذنك دكتور في أننا ننتقل ونتابع هذا الفاصل المشاهدين الخاص باستعدادات مهرجان الإمارات لمسرح الطفل للدورة الثانية عشر يعد مهرجان الإمارات لمسرح الطفل تظاهرة سنوية محلية تختص بمسرح الطفل فمنذ طلاق دورته الأولى في عام 2005 هدف إلى الارتقاء بالطفل عبر عروض مسرحية نوعية أساسها القيم التربوية والأخلاقية والتعليمية والنفسية الطفولة على موعد سنوي يتجدد كل عام في شارقة العلم والثقافة مع مهرجان الإمارات لمسرح الطفل هذه السنة سينطلق مهرجان بإذن الله يوم الخميس 22 ديسمبر وسيستمر لمدة ثمانية أيام هذا المهرجان الذي نحرص سنويا على أن يكون متجددا في مسرحياته يرقى بذائقة الطفل يقدم ما هو جديد وجميل وممتع للطفل برعاية كريمة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة تنظم جمعية المسرحيين في الدولة النسخة الثانية عشر من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل على مسرح قصر الثقافة في الشارقة وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ودائرة الثقافة والإعلام بالشارقة وعددا من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى وبمشاركة ستة عروض مسرحية محلية كل الناس شايفينها نحن شرح نقدم فيها يديد نحن حاولنا نجرد بعض الشخصيات من شكلها الرئيسي وحاولنا نحن نطلع بصورة يديدة كالشباب وإن شاء الله خلوا ما نبغي نحرك كل شيء خلوا أحق المهرجان إن شاء الله العمل أيضا نشارك في عندي بعض من النجوم المسرح الإماراتي الأستاذ أو الفنان إبراهيم القحومي والفنان عبدالله الحريبي وعلى رسم طبعا الفنان البحرينية حيفا حسين طبعا هي مالكة الثلج وبعض من المثلين الله يطول بعمرهم إن شاء الله بيشوفون العمل مالهم وبيشوفون مجهودات مالهم بتكون مثمر إن شاء الله في المسرحية تشارك في نسخة هذا العام كل من جمعية دبل حصل للثقافة والتراث والمسرح ومسرح دبي الأهلي مسرح رأس الخيمة الوطني المسرح الحديث بالشارقة مسرح دبي الشعبي ومسرح الفجائقة مسرحية طرزان هي أول تجربة لي في مهرجة الإمارات لمسرح الطفل الرسالة أو المسج من المسرحية اجتماعية وايد اجتماعية وايد تخاطب حب الأم حب الوطن دور طرزان بالتنفيذ يكون وايد صعب لأنك أنت راح تطرح طرزان بشخصيتين شخصية القرد وشخصية الإنسان العادي فلازم تدمج الشخصيتين هذه وتبينها حق الجمهور من البدي تكنيك من الحوارات أجواء مفعمة بالفرح والمرح والخيال تطرحها مختلف العروض المشاركة بهدف تحقيق المتعة والتسلية والتعلمي لجمهورها أنا اليوم يشرفني أكون مشاركة ضمن قروب مسرحية فروزن ملكة الثلج هذا العرض العالمي اللي كان في هوليوود واليوم هو على أرض المسرح الإماراتي وبالتحديد فيما رجع الإمارات لمسرح الطفل دوري في هذه المسرحية هو دور الأمير هانز شخصية أساسية في رسوم الكرتون فروزن وأنا شخصيتي في هذا العمل الدوق هو أحد تجار هذه المملكة وجدا هي الشخصية المرحة والمشاكسة والمغامرة والكوميدية تقريبا في هذا العمل مهرجان الإمارات لمسرح الطفل من الشارقة يساهم في تشكيل وجدان الأطفال وإكسابهم كافة القيم والسلوكيات الإيجابية من أجل مستقبل مشرق وغد أفضل هذا البرنامج برعاية مجموعة محمد هلال الشغف هو ملهمنا أنا من ثلاثين سنة سبع قطرات بس خلاص جدت استوي خلطة تراثنا أنا يوم بكبر استوي طيار وبسوي حطر يسافر لكل مكان في العالم نجحنا وبفضل الله نشارككم نجاحاتنا شكي كيف فاس في البطولة درهم البداية عنده إيمان بقدرات كفوا عليه درهم وايب يستعر نحلم واليوم نحلم مع أبنائنا أنا يوم بكبر بس طوي راعد فضاء أنت راعد فضاء ما تقدر كلنا نقدر بالإيمان والرغبة والرؤية الوابحة كل إنسان يدبر حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد عودة مجددا لاستكمال فقرتنا الأولى ونرحب مرة أخرى بضيف الكريم الدكتور حبيبي غلوم مدير مهرجان الإمارات المسرحة حياك الله دكتور من عديد حياك الله دكتور كنت أسألك عن الأعمال المشاركة ذكرت لي في سياق الحديث بأن تقدم الثمانية أعمال تم اختيار ستة منها سألتك عن أسس اختيار هذه الأعمال وطبيعة الأعمال المشاركة يعني شوف الحمد لله أن طلعوا الشباب بالعدة يكتبون يعني إحنا عندنا إشكالية في الكتابة هي صحيح وبالذات مسرح الطفل مسرح خاص يعني ما بأي شيء ممكن يكون مقبول في مسرح الطفل أكيد يعني ممكن الشباب يتجربون لكن مسرح الطفل أنك أنت توصل لنفسية الطفل أن تقدم شيء أن تقدر تمس هذا الطفل وجدانه حاسيسة أفكاره فلازم أنت تكون تنزله فيه إشكالية في الكتابة لكن أننا نحن تكون عندنا يعني ستة أعمال ومعظمها كاتبينها شباب إماراتي يعني شوفنا في التقلير قبل شوي يا سلطان يقول هذه أول تجربة فلما تكون هذه أول تجربة لازم ندعمها لازم نساعدها لأنه فيها صعوبة وبالتالي هذا المسرح نوعي يحتاج إلى تركيز أكثر من أي مسرح آخر لذلك نراهن على شبابنا سواء مؤلفين أو مخرجين نحن اليوم لا نتكلم عن المخرجين لأن معظمهم الشباب أو كلهم مخرجين إماراتيين صحيح وبالتالي أيضا هذا يعطينا يعني استمرارية لهذا المهرجان ويأكد أننا نحن ماشيين في الطريق الصحيح صحيح جميل يوم قد تنطلق الفعاليات دكتور وهناك عرض ملكة الثلج مثل ما شاهدنا وتابعنا قبل قليل وهو من تقديم جمعية الدبة صحيح للثقافة والتراث والمسرح من عداد جمال الصقر يعني ما السبب في اختيار هذه المسرحية التي تكون في عرض الافتتاح بالتحديد عرض الافتتاح لأن هذه المسرحية الوحيدة لعرضات 16 مرة قبل المهرجان فعرض مكتمل ناضج ويخذ وقته في أن يعدلون ويصلحون ويسوون فنحن نبقى شيء أيضا مبهر صحيح وفي جانب كبير من الابهار في العرض بحيث أنه يقدم في الافتتاح طبعا في عروض أخرى للمسرح الحديث في الشارقة وأيضا عندنا مسرح راس الخيمة الوطنية وعندنا مسرح الافجيرة وعندنا مسرح دبي الشعبي ومسرح دبي الأهلي جميل هذه ستة عروض لكن مثل ما قلني اختيارنا جاء بناء على هذا الموضوع وأيضا في كم كبير من الممثلين يعني في تقريبا ثلاثين شخص على المسرح ونحن نبغي شيء يعني في بهار في تظاهرة لأنه افتتاح المهرجان جميع العرض تكون في قصر الثقافة كلها طبعا على مدى ستة أيام وسابع يوم اللي هو الأربع اليالي إن شاء الله ثمان وعشرين يكون يعني التكريم التكريم والإعلان عن الفائزين جميل جدا طيب يكرم المهرجان في هذه النسخة الفنان عبدالله مسعود حدثنا عن هذا التكريم طبيعة هذا التكريم واختيار عبدالله مسعود احنا طبعا يعني كرمنا في السنوات السابقة كل من يعني ساهم في إبراز مسرح الطفل عندنا في الإمارات سواء من المواطنين أو غير المواطنين من زملائنا وإخواننا الوافدين الموجودين على أرض الإمارات واللي خدموا أكيد يعني الحركة الثقافية والفنية في الإمارات صحيح عبدالله مسعود يمتاز بأنه يعمل بصمت كما وصف وعبدالله شارك في كل دورات تقريبا المهرجان هذا بالذات كممثل ككاتب وكفني وأيضا كعضو لجنة اختيار أو عضو لجنة تحكيم واليوم هو أيضا ويانا عضو في لجنة العليا يعني ما يقصر صحيح يعمل بصمت لكن أكيد طبعا دوره مؤثر لذلك تم اختيار عبدالله مسعود ويستحق يستاهل يستاهل بالتأكيد جميل يعني كذلك من الملفت بأن هناك يعني تقريبا في أغلب النسخ بجانب الأعمال المشاركة يعني في هذا العام بتكون ستة أعمال المشاركة هناك فعاليات مصاحبة المهرجان لا يقتصر على العروض المسرحية فقط أهم الفعاليات المشاركة دكتور يعني نحن عندنا الفعاليات السوية خارج قاعة المسرح يعني هناك فيه تظاهرة مثل كرنفال برا عندنا محلات موجودة بيع شغلات شعبية يعني نحن نستقطب العائلة والعائلة التي يريدون ولدتهم وبلدتهم عشان يشوفوا المسرحية أيضا نبغي نستقطبه بهم يعني الأب والأم لأننا أيضا دورنا يعني ما نخلي العائلة اضطرش تبعث يعني الولد أو البنت مع الخدامة أو مع السائق لأننا نحن همنا أن هذا الطفل يهيه مرتاح مستانس صحيح غير لما ييوي يا أمه أو أبو أن ييوي يا الخدامة أو يا السائق لذلك نحاول نسوي فعاليات خارج القصر الثقافة بحيث أن نحن نقدر نييب يعني يكون يوم حلو بالنسبة للعائلة يعني هو مهرجان للعائلة كما هو مهرجان للطفل كرنبال عائلي صحيح جميل يعني المهرجان من تنظيم جمعية المسرحيين بالإضافة إلى الجهات المشاركة مع عامل الدارة الثقافة على مزارة الثقافة وتنمية المجتمع حدثنا عن دور جمعية المسرحيين هل هناك دور واضح وجلي وبارز لجمعية المسرحيين في الارتقاء بمسرح الطفل الدكتور يعني يشوف أنا الآن شاهدتي مجروحة لأن أحد أعضاء صحيح أمين سرعامل جمعية صحيح صحيح ما أدري 10 سنة ما أدري كامل صحيح وبالتالي نحن نعم صحيح كنائب رئيس الجمعية وأيضا الأعضاء الآخرين أنا أتصور أن وجودهم مهم لأنهم أهل صنعة وعارفين يعني احتياجاتنا عارفين الفرق المسرحية شو تحتاج وبالتالي هذه يعني هالأعضاء الموجودين اليوم فيه بينهم يعني تناسق وتفاهم بحيث أنه يعني نحاول قدر المستطاع وإحنا لازم نسوي هذا الشيء يعني الشيء ما تم اختيارنا لهالسنوات هاي كلها احنا تقريبا يعني صلنا كمجلس إدارة بالتسكية نفوز صلنا سنوات طويلة لأن أكيد نحن نقدم شيء للمسرحين وإلا لما تم تسكيت وليس لعدم موجود بدلاء لا لا موجودين الكل في الخير والبركة يقدر 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 الكل محب للمسرح ويبغي يدعم المسرح لكن أقول لك أيضا أن أسماء لها يعني تأثيرها وبعدين نحن نخجل بأن نحن ننيلس ونلاقي صاحب السمو الله يحفظ هو الجدام هو الموجود في كل التظاهرات الفنية ويحاول يدعم فمن واجبنا أن نحن أيضا على الأقل نسوي جزء من اللي قاعد يسوي صاحب السمو ونرد له صحيح جميل يعني عودة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل هذا المهرجان دكتور انطلق في عام 2005 أعتقد صحيح نعم جميل اليوم ما الذي ساهم في هذا المهرجان منذ انطلاقته وحتى الآن في دفع يعني عجلة الحركة المسرحية للطفل تحديدا والارتقاء بمسرح الطفل يعني أكيد المسرحيين في المقابل الأول لأنه هم هذا مهرجان أكيد وحبهم ومبل المسرح فقط وإنما للإمارات ولدعم الثقافة الإماراتية هذا شيء احنا لازم نسلم فيه يعني لأن الولاء والانتماء هذا يطور يعني يقدم شيء ويطور فيه فولاء وانتماء أعيالنا وشبابنا في المسرح أنا أتصور أن هذا يعني قل ما تشوفه في أي مكان آخر فمهتمين بشكل كبير طبعا نحن من قبل لا نبدأ المهرجان صاحب السمو امتابع هذا الموضوع وإذا فيه هذا المهرجان الأقيم فأكيد فيه توجيهات صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد الله يحفظه لأن الكل عارف مش كثير هو غير أنه داعم للثقافة مش كثير هو مهتم بالطفل ويحاول قد المستطاع أن يدعم هذا الإنشان وبالتالي هذا المسرح أيضا أو مهرجان المسرح يأتي ضمن اهتماماته وضمن يعني دائرة الدعم والاهتمام بكل تأكيد صحيح غير هذا طبعا عندنا خبرة كبيرة من الأخوة الوافدين العرب الموجودين المحبين للإمارات والموجودين من السلين وابلين دعموا المسرح الكبير ولما نحن فكر نسوي مهرجان للطفل أكيد خبرتهم أيضا ساعدت بشكل كبير أن تدعم هذا المهرجان غير طبعا اهتمام دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة دائما وابدا ما يقصرون معانا وأيضا وزارة الثقافة وتنمية المعرفة صحيح طيب يعني نلاحظ دائما الأعمال المسرحية هذه المختصة بالطفل تنشط في مثل هذه المواسم سواء في مواسم المهرجانات أو الأعياد أو غير اليوم الأزمة أزمة ناص أو أزمة إنتاج أو أزمة ماذا بالضبط دكتور يعني شوف أنا أتصور أزمة فهم يعني أنا أتصور أن اليوم مجالس الإدارات على مستوى الإمارات الفرق المسرحية يعني تجد في كل إدارة واحد أو اثنين اللي هم يتحركون أنا أتكلم بالشكل العام صحيح بعض مثلا عندك مسرح الشارق الوطني صحيح استثناء ومسرح الحديث أيضا وهذا نابع محمد من أنهم حاسين ب اهتمام الشيخ سلطان الله احفظه في إمارة الشارقة بشكل خاص وبالتالي لا يستطيعون أن يتوقفوا عن العمل وعن الابتكار وعن الاجتهاد وعن الإنجاز هذا كثير مهم فبالتالي أنا أتصور أن الأزمة هي أزمة إدارات مسرحية محتاجين نحن اليوم نفكر بشكل جمعي ما أفكر أني أنا مثلا أن الدكتور حبيب أبغي هذا الكرسي أبغى استوى مدير فخلاص خلوني إذا أنا مش يعني مبتكر ممجتهد ما قاعد أضيف فالمفروض أني أترك المجال لآخر صحيح وأنا أرجع وأقول الإدارات معظمها تعتمد على واحد أو ثلين يشتغلون والبقية مموجودين وهذه أزمة بالفعل لكن بعض الأمور الثانية الدعم يعني هذه الإدارة لو اجتمعت بشكل حقيقي وشكل دوري أنا أتصور أنه ممكن يبتكرون حتى أساليب للحصول على الدعم من الجهاد والتسويق وواء لكن هذا ما زال ينقص إلى اليوم يعني نحتفي بـ 45 سنة على عمر الاتحاد وما زالت بعض الفرق تعمل بنفس العقلية القديمة والأساليب القديمة صحيح جميل طيب دكتور نحن دائما كنا نتابع على سبيل المثال للحصر في أيام الشارقة المسرحية هناك بعض الأعمال الفائزة التي بعد انتهاء الأيام المسرحية تجوب مختلف مدر مناطق الدولة ماذا عمر جان الإمارات المسرح الطفل هل العمل الفائز كذلك سيجوب مختلف أنحاء الدولة نحن يعني رغبة في أن نحن على الأقل نقدم شيء لسرطان الثقافة والفنون نعم نحن كل الأعمال المشاركة في أيام الشارقة المسرحية في أيام المهرجان الطفل في الشارقة كلها تنتقل في الأسبوع اللي بعده إلى المنطقة الشرقية إلى مدينة خورفكان الستة أعمال ما نحرم أيضا جمهور الشارقة تحديدا في المنطقة الشرقية فطبعا نحط الأعمال كلها أكيد نحطها في مسرح واحد مثل مسرح خورفكان والمناطق المحيطة سواء في تشلبة أو دبل حصن أو دبل الفجيرة والفجيرة نفس إمارة الفجيرة يعني يستفيدون من وجودهم في المنطقة هناك والأطفال ما نحرمهم من يعني هذا الذي يشوفونه يعني الذي يتابعون قناة الشارقة أكيد بعض الأطفال يقول يا ريت نحن كنا في الشارجة نحن بعيدين نحن نوصل لهم وهذه أيضا طبعا أكيد جاية بتوجيهات سيدي صاحب بسم الله جميل جدا دكتور خلني صغر للوقت وقبل ما نختتم هذا اللقاء ماذا تحضر لنا من أعمال بعد خيانة وطن والعمل هذا المثير للجدل واللي نال زخم كبير بالتأكيد يعني وربما إثارة الجدل هذه أكسبتها كذلك نسبة مشاهدة عالية الحمد لله يعني شوف محمد أنا واللخ اسباعيل عبدالله أنا منتج العمل واللخ اسباعيل مؤلف العمل صحيح ممستعينين على إحنا نقدم عمل آخر يعني كجزء ثاني مثلا أو عمل مشابه أو يكون لازم يكون أفضل من اللحلة قدمناه كثر الآخرين أنا أسمع النوايدين منتجين اليوم يعني يهرولون لتقديم عمل مشابه وهذه يعني سنة الحياة إحنا نترك لهم أنا أتصور بعد الاتفاق مع اللخ اسماعيل عبدالله مش مستعجلين نحن نقدم شيء يعني لأنه ما نبغي نحسب علينا نحن نقدم عمل سياسي نحن نقدم عمل سياسي نقدم عمل اجتماعي والسنة إذا ما نقدم نقدم عمل اجتماعي بعيد عن الجانب أو النفس السياسي نعم وأيضا نبغي نسوي شيء على نار هادية يعني إذا ما نسوي شيء في نفس الإطار فما بيكون أتصور السنة بيمديكم يمدينا إذا عندنا عمل جاهز وإحنا تقريبا في أكثر من نص عندنا لكن كعمل مكمل لخيانة وطن أو شبيه لخيانة وطن فإحنا ما ما كتبنا إلى الآن ولا فبالنا نحن نسوي السنة إن شاء الله في الانتظار إن شاء الله في رمضان القادم وإن شاء الله نشوفكم كذلك في أيام شارقة المسرحية في مارس إن شاء الله القادم كذلك شكرا جزيلا للدكتور حبيب وغلوم مدير مهرجان الإمارات المسرح الطفل وتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المهرجان بسداء من يوم غد تسلم هالله يحفظك دكتور